سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين اللهم فقهنا في الدين وجعلنا من أوليائك الصالحين أنت ولينا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين افتح اللهم علينا فتوح العارفين ووفقنا يا مولانا توفيق الصائبين الصالحين وانفعنا يا ربنا بالقرآن والذكر الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا نتوسل بك إليك نتوسل بك إليك يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا رب الأرض والسماوات يا سابغ النعم ويا دافع النقم يا أعدل من حكم يا حسيب من ظلم يا من قل عند نعمه شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعمة التي لا يحصى لها عددا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا يا مولانا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا مفتونين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين إلهنا ومولانا نسألك فلا تردنا خائبين فلا خض من أنت مولاه يا رب أدبنا بأدب رسول الله وزينا بأخلاق رسول الله وأدخلنا الجنة بشفاعة رسول الله وارزقنا يا مولانا مرافقة رسول الله اللهم لا تحرمنا جوار رسول الله واسقنا من يد رسول الله وأحينا على ملة رسول الله اللهم أحينا على سنة رسول الله اللهم أحينا على سنة رسول الله وتوفنا على ملة رسول الله واجمع اللهم بيننا وبين رسول الله كما آمنا به ولم نرى ولا تفرق بيننا وبين رسول الله حتى تدخلنا مدخلة واجزه يا مولانا عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أمين